خلافات أربيل وبغداد على فقرتين في مشروع الموازنة الاتحادية تمس الصلاحيات الدستورية للإقليم الكردي تهدد وبحسب مراقبين بانفراط عقد تحالف إدارة الدولة الذي بموجبه شكلت حكومة محمد الشياع السوداني فالاتفاق السياسي ما بين بغداد وأربيل لم يترجم على أرض الواقع بحسب أربيل بل أن هناك من وضع العصى في العجلة لإيقاف الاتفاق كما توقعنا أنهم ينقلبون على شركائهم دائما غالبي طقي والإطار التنسيقي للأسف لا عهد ولا مثاقة لهم وهذه ليست المرة الأولى وكانت متوقعة ولكن الديمقراطي الكردستاني وباقي الأحزاب تعامل معهم بحسنية نجح الديمقراطي الكردستاني في تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى أجل غير مسمى ويسعى إلى مناقشة مستفيضة مع شركائه في تحالف إدارة الدولة لإقناعهم بأن التعديلات الأخيرة للموازنة بمثابة رصاصة الرحمة للاتفاق أما في بغداد فالمشهد ينذر بمزيد من الخلافات بين نواب الإطار التنسيقي من جهة ونضرائهم من الكرد خاصة بعد تهديد نواب من الإطار بسحب الثقة من النائب الثاني لرئيس البرلمان المنتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني هذه الخلافات داخل البرلمان سببت حرجا كبيرا لحكومة السوداني والتي تنتظر إقرار الموازنة بفارغ الصبر لتنفيذ برنامجها نأمل من خلال الجهود السياسية التي تحصل الآن مع مختلف القوى السياسية على أن نمضي باتجاه عملية الأخرار هذا الأسبوع أو قد يكون مطلع الأسبوع المقبل ما يجري هنا في بغداد يشي بوجود نوايا لدى أطراف في الإطار التنسيقي بالتنصل من الاتفاقات السياسية التي مهدت لتشكيل حكومة السوداني هناك قوى أساسا هي تدرك تمانا لنتززم بهذا التحالف تارثة تريد أن تحرج الحكومة حينما ذهبت بمنح الأكراد رواتبهم لعدة أشهر هذه مسألة إضافة إلى كل هذه القوى أساسا قسم منها لا تؤمن وإن كانت بإتلاف إدارة الدولة لا تؤمن بمفهوم الدولة بل تؤمن بمفهوم الفوضى رغم عمق الخلافات تبذل قيادات تحالف إدارة الدولة جهودا كبيرة للخروج من هذه الأزمة قد تسفر عن انفراجة قريبة سامر الكوبيسي العربية بغداد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر